في ناس قالوا عنك سادي تعرف شو يعني سادي يعني يعني بعزب ضيوفه وأنا مرة قلت لهم بدي جيب بعد حديدتان وجيب ضيوفه بس بلشي نكتوا بصرت نكت معهم بجيب حبلي وبلش بخبت يعني بعد في هايدي ما عملتوا وين السادية السادي هيك بيكون عم بيسأل سؤال يحق لي انه اطرحوا بطريقة بس أنا بيقولولي بتفوت على غرف النوم قلت لهم مرة وحدة فطول أنا بيعترف هاي عم بيعترفتك فيها سوء لي حلقة حلقة أنا صليت ركعتين من بعدها ليال عبود برافو عليك لما سألت قلت لأو شككت بشرفه ما شككت بشرفه أنا سألت من أين لك هذا فينا نسأل من أين لك أو لك هذا ولكن انت سألت أكتر من هيك انت سألت انت بيقوليلي من وين بجيب مصاري من وين بجيب مصاري صح إذا هي عم تلي أنا فنانة طلع مصرياتي من الفان إنت سألت قلت لأ ليال انت ما في حدا هلأ ما في عم تغنب محل من وين عم تجيب مصاري حدا يقل لي شو السؤال الغلط أنا الحلقة كلها طب ليس صليت ركعتين صليت ركعتين نهرت عليها نهرت على الوالد بيّن زعج كتير من الحلقة معنات عملت غلط أنا ما حسيت حالي عملت غلط أنا حسيت حالي فيه سؤال أو اثنان نعم كنت بعز بعد ما اعترف لك قبل ما تسأليني السؤال قلتلك أنا بمحل معين كانت الشهرة أغدتني على محل مبسوط أنه أنا عريتي شام حداد بيلدوزر وماشي مع أنه ولا حلقة بندم عليها غير هاي الحلقة ولا حلقة ولا حلقة ولا أسلوبك ولا بتعيد النظر أفتخر فيه تخيل قدي وجميل جدا أنك تقدر تحاوري بجرأة وغير أنك لابسي قناع وأحلى شي فيك شاء من شاء أبا من أبا أنا بحاور بجرأة ولكن بحني بعيوني هايدي بسمعها هل هي بتعتبر حالك حلوب؟ أنا لكي لما تجي أم من الجنوب تقلي أول شي بذلك تحيل أهل الجنوب كلهم يقولولي إن شاء الله بتمسك التراب بصير ذهب أولاد الصغار بيحضروني أنا بتصور مع أولاد صغار رابعة أكتر مع الكبار بقولون شو بيحضركم ببرنامجي رابعة الفيك أكاونت اللي نعملت لتمام مش مسموحة ترجمة نانسي قنقر